شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصني الحصين وأمن حياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى أفضل ما يطلب العبد من الله أن يكون مستقيما معه وهذا ذكرناه البارحة قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وهذه الآية التي نقرأها في كل ركعة في كل ركعة نقرأ قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم وهو أن تكون مع الله في كل حال بالذي يرضاه لك طبعا قبل أن نشرح هذه العبارة مع أن الإنسان الذي في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم هو عمليا إنسان مؤمن صحيح؟ يعني أنت تصلي يعني ملعم يصلي إنسان كافر ويقول اهدنا الصراط المستقيم هو مؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم أي هو يطلب من الله عز وجل الثبات على الصراط المستقيم فأنت الآن على صراط مستقيم لكن ربما ينحرف الإنسان عن الصراط المستقيم كم من إنسان في ناس ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاشوا معه على الصراط المستقيم طيلة حياته بعد وفاته ارتدوا وقاتلهم سيدنا أب بكر الصديق رضي الله عنه فلما رب العالمين سبحانه وتعالى يخبرنا بأن نطلب ويأمرنا بأن نطلب الصراط المستقيم في كل ركعة في كل ركعة هذا يدل على أن الصراط قد يسحب من الإنسان فيتحول إلى الصراط المنحرف والعياذ بالله لذلك بيقولوا أول فعل في القرآن شو هو؟ أول فعل في القرآن نعبد ابدأ القرآن من أوله أول فعل يمر معك شو؟ نعبد وهو الغاية من خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون فالإنسان خلقه الله من أجل أن يكون عابدا مستقيما وما بدأ نضيق معنى العبودية يا أخوانا العابد المقصود الإنسان مستقيم قد يكون عابدا بعمله قد يكون عابدا بجواره قد يكون عابدا بصناعته نقصد العبادة بالمعنى العام وليست بالمعنى الخاص اللي هي الصلاة والصيام فاطلب منه الهداية والاستقامة طيب ما هي الاستقامة؟ قال وهو أن تكون مع الله في كل حال بالذي يرضاه لك وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم أن تكون مع الله يعني أن يجدك الله حيث أمرك هذا تعريف التقوى وأن لا يجدك حيث نهاك كل إنسان كان مع الله فيما يرضيه أي فعل ابن القيم رحمه الله بيقول أي فعل تريد أن تفعله؟ أول شيء وجه عدة أسئلة إلى هذا الفعل هل هذا الفعل حلال أو حرام؟ قبل أي فعل أحيانا يسألني إنسان بالطريق كثير من الأسئلة يا أخوانا وهذا يدل على فساد المنهج وعلى قلة أو على نوع من الاستهتار بيسألني سؤال هو فعل الفعل لكن يسألني عنه بعدما فعله هذا عكس ما عليه أهل الاستقامة أهل الاستقامة قبل الفعل هل هذا حلال أو هذا حرام؟ هذا الإنسان الذي يعظم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي عنده نوع من الجدية وعدم الاستهتار أما هو فعل الفعل بعدين بيسأل حلال خلص حلال ضبطت معه يعني حرام يستغفر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان يا أخوانا إذا فعل الفعل وهو شاك هل هو حلال أو حرام؟ هذا إنسان آثن ولو كان فعله بعد ذلك حلالا آثم ليش؟ لفساد التوجه لأنه استهتر تمام؟ أو إنسان مثلا يبيع ويشتري وهذه تحصل كثيرا في البيع والشراء يقول لك والله أنا فعلت كذا وكذا ملحكم تقول له حرام طيب شو بدي ساوي الآن؟ تمام؟ طيب يا أخي الكريم وأنا أقول يعني الإخوة الذين يسألون هذا النوع من الأسئلة أقول له من تعظيم الله أن تسأل عن الفعل قبل أن تقدم عليه فالإنسان المؤمن قبل أن يفعل أي فعل يسأل هل هو حلال أو هو حرام؟ ثانيا يسأل هل هو معان عليه أو لا؟ معان عليه أو لا؟ يعني مو كل فعل حلال أنت تستطيع أن تأتي به تمام؟ لابد أن يكون هذا الحلال ضمن إمكانياتك وضمن مقدراتك أحيانا تجلس مع إنسان عنده مشاريع بالمئات كل مشروع من مشاريعه التي يطرحها كل مشروع بده مؤسس حتى تقوم به هو هو جالس أعطاك كل هذه المشاريع فهل أنا معان على هذا الفعل؟ أو لست معانا؟ قال من بذل لله صرف الود سقاه الله صرف الكرم إذا أعطيت ودك لله بذلته لله المبذول له هو الله بذلت لله صرف الود يعطيك صرف الكرم لأنه أنت عم تتعامل مع كريم مثال السالك السالك إلى الله سبحانه وتعالى وكلنا ذاك السالك كمن يحفر على الماء قليلا أحيانا بعض الأشخاص بتقول له أنت بدك تربية بيزعل وحقيقة يا أخوان نحن ينقصنا التربية الناس يقولونها لشخص أنت بدك تربية بمعنى البعيد أعزكم الله يعني أنت قليل أدب لا المقصود كل النفوس تحتاج إلى هذا النوع من التربية فكلنا نحتاج إلى هذا النوع من التربية فلا ينزعج الإنسان إذا وجهت إليه يعني ملحوظة تربوية مثال السالك كمن يحفر على الماء قليلا قليلا حتى يجد الماء بعد التعب تمام؟ يعني نحن أحيانا نقرأ مثلا عن أحوال الصالحين الفضي الإبن عياض بشر الحافي أبو يزيد البصطامي فمن حب نصير أبو يزيد البصطامي في عشرة أيام من حب الوجبات السريعة السناكي بيسموها نحن عنا بالمطبق سناك وجبة سريعة بيحب السناكات بده يصير كذا بعشرة أيام كانت زمان تطلع كتب كيف تتعلم الإنجليزية في خمسة أيام شنون ذلك تتعلم الإنجليزية في خمسة أيام؟ بدون معلم كيف تكون إنسانا ناجحا في أربع خطوات ارجع للأربع خطوات كل خطوة بدأ عمر هذا علم البرمجة العصبية قالوا ليش وجد انتشارا بين الناس؟ وجد انتشارا بين الناس لأنه يضع النجاحات مثل الراشيتة خمسة قواعد حتى تكون عالما ارجع للخمسة قواعد خلاصتها أول قاعدة لازم تطلب العلم طول عمرك وشو مفكر؟ أنه خمسة أشياء تفعلها أربعة أشياء ثلاثة أشياء فيا أخواننا الكرام الوصول إلى الله طريق طويل وبالتالي ليس في يوم وليلة يكون الإنسان عبدا مقربا إلى الله مو مثلا تقرأ أحيانا ابتقرأ مثلا عن أحوال الصالحين مثلا في قيام الليل بيقوم الليل أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لا تصير معه هذه الأحوال ماذا يفعل؟ ينقطع عن قيام الليل ليش؟ يعني نحن خلينا نبحث عن سبب انقطاعه سبب انقطاعه استعجال النتائج بده بيومين يتلذذ بالعبادة يومين يتلذذ يا أخواننا الكرام في نوع من الناس في نوع من الناس لذته وقوته في العبادة لكن نحن عم نتكلم عن الآخر حلقة بحياة هذا الإنسان أما لا تتكلم عن مسيرته حدثوني عن رجل كبير السن جاوز الثمانين سنة قال لا يستطيع أن يقف إلا في الصلاة يعني قل له وقف وتكلم معي لا يستطيع ما عنده قدرة على الوقوف قل له امشي عشر خطوات ما عنده قدرة قل له افتح النافذة ما عنده قدرة قالوا لي إذا أراد أهله إذا أراد أن يصلي يوقفونه ويتركونه يصلي ما شاء الله أن يصلي هذا الإنسان ابحث في سياق حياته إنسان روض نفسه ترويضا طويلا مستمرا حتى وصل إلى هذه المرحلة أحيانا مثلا بنقرأ عن أهمية القراءة وفوائد المطالعة وأنه مرة أسمع أحد الدعاة بيقول عندي طالب يقرأ كل شهر اثنين وثلاثين كتابا يعني بما يعادل كل يوم كتاب وشيء يسير فأنت لما بتسمع مثلا أنه هذا بيقرأ كل يوم كتاب بتروح أنت مباشرة إلى الكتب فتفتح الكتاب أنا أقول لك النتيجة عشر صفحات رح تسكر الكتاب ليش؟ هذا حديث النبي اللهم صليه وسلم وبارك عليه إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى من سنن الله في الكون التدرج التدرج يعني أنا إنسان ما أنا معتاد على قيام الليل أصلا في ناس يا أخوانا صلاة السنة ما بيصلوها في ناس صلاة الوتر لا يصلونها فبيجي بيقرأ عن الفضيل بن عياض الذي كان أو عن الإمام أحمد قال كان ورد الإمام أحمد يوميا ثلاثمائة ركعة هذا الإمام أحمد شو بتقول أنت بس فاضي للصلاة الإمام أحمد عنده عمال وتدريس وطلب علم ثلاثمائة ركعة بعدما سجن وجلت في قضية خلق القرآن ضعف بدنه فصار ولده 150 ركعة فبيقرأ بيروح بيجرب ينتكس يا أخي الكريم رب العالمين أعطانا سنة أي شيء تريد أن تصل إلى نهايته لابد أن تسلكه خطوة خطوة طيب أنت الآن ما بتصل للسنة قبل أن نطالبك بقيام الليل والأحوال التي تصيب الصالحين شو من ساوي نطالبك بالحد الأدنى تطبيق سنن النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي السنة القبلية للظهر السنة البعدية للظهر السنة البعدية للمغرب السنة البعدية للعشاء واضب على هذا المقدار وجدت أن هذه السنة صارت بالنسبة لك مثل الفرائض بمعنى أنك لا تتركها ننتقل إلى الخطوة الثانية نصلي مثلا كل يوم ركعتين في جوف الليل قبل أن تنام الشيخ شكر اللحفي رحمه الله تعالى صارنا فترة من يسوقه الله على الألسنتنا أحد مشايخنا قال أنا رحت قلت بدي أزوره أنام عنده ليلة ولو أحرجته بدي شوف شو بيسوي بالليلة الشيخ شكر اللحفي هذا في أول حياتي الشيخ شكر في أول حياتي قال كل ربع ساعة ينام بعد ربع ساعة يستيقظ يتوضى يصلي ركعتين يرجع بينام ربع ساعة يستيقظ يتوضى يصلي ركعتين قال لا يمضي عليه نوم مستمر نصف ساعة لا ينام مستمر من منا يستطيع أن يفعل هذا الفعل كل ربع ساعة يقوم الماء بارد حتى أنا سمعت من الشيخ زياد الحراني حفظه الله بعض منكم يعرفه مدرس قرآن في محهد الفتح كان يخدم الشيخ الشكري اللحفي قال أنا مرة نمت عنده ليلة أنا سمعت من الشيخ نفسه مو بالواسطة قال كانوا حطلوا سيرهم قال شيلوا يقوم يتوضى ويأتي ويعلقونه مرة ثانية لا يستطيع أن يجلس الليل بلا وضوء مع أنه رجل مسن كبير والدنيا الجو بارد والدنيا شتاء كل شوي ينتقضوه يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين وهكذا هذا الإنسان يا أخواننا نحن نتكلم عن مرحلة الشباب هكذا كان فشيء طبيعي أن تجده متلذذا في العبادة آخر حياته أما نحن دائما آفة الإنسان الاستعجال والله سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون يعني أنت عجول مباشرة بالدصير عابد مباشرة بالدصير ولي مباشرة بالدصير عالم مباشرة بالدصير بطل النتيجة الانتكاس وترك العمل بالكلية لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو خبير بالنفوس قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل لا تقوم يوم عشرين ركعة ويوم ما تصلي بالمرة إن استطعت أن تصلي كل يوم ركعتين فهذا خير عظيم جدا أحيانا منقرأ أن ورد سيدنا أبي الدرداء كان كل يوم اطمعشر ألف تسبيحة وليست صعبة هيا لكن تحتاج إلى وقت يعني تمام ورده اليوم اطمعشر ألف تسبيحة طيب كان يسبح اطمعشر ألف تمسك أنت أول مرة بتسبح هذا المقدار يومين تلاتة يترك التسبيح طيب يا أخي في عندنا السنن العامة من قال مثلا كانوا يعدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس سبعين مرة استغفار خلاص أو مئة مرة في رواية أنت كل يوم الحد الأدنى استغفر مئة مرة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه أذكار الصباح والمساء واضب عليها ثم بعد ذلك نطالبك بالأوراد الطويلة فهو يقول يقول مثال السالك كمن يحفر على الماء تحفر في إنسان كمان بعدين هاي كمان قضية حضوب على فكرها في إنسان بسنتين يصل إلى الله وصولا جيدا في إنسان بتم عشر سنوات لم يذق لذة العبادة فهذا الأمر ماذا يحتاج يا أخوانا الكرام هذا الأمر يحتاج إلى توفيق واللطف والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى مثال السالك كمن يحفر على الماء قليلا قليلا حتى يجد الماء بعد التعب في حدا مننا لأ الماء اللي لقاء الله يهني يعني نحن صارنا عشر سنين من صلي عشرين سنة خمسة وعشرين سنة في ناس سبحان الله بدأوا يشعرون بلذة العبادة بدأ يشتاق إلى الصلاة يشتاق إلى العبادة نحن هل عندنا شوق إلى الصلاة صدقا أحيانا تجلس مع ناس يشتاق إلى الصلاة يعني يمثل لك حال النبي عليه الصلاة والسلام تماما أرحنا بها يا بلال أرحنا يعني يشعر راحته في الصلاة الله يبلغنا يعني تلك المرتبة ومثال المجذوب كمن أراد الماء فأمطرت له سحابة فأخذ منها ما يحتاج إليه من غير تعب هاي قلنا حضوض المجذوب بده الماء في إنسان لا يجد الماء إلا بعد أن يحفر ويتعب وفي إنسان بس بده الماء بتمطر الدنيا ويجمع الماء أخذه بدون تعب هذه أرزاق من الله لكن أنا ما بجلس دائما أنتظر السحاب أنتظر السحاب من قول له لا ابدأ وأحفر بالماء بجوز الله يكرمك سبحانه وتعالى يخرج لك الماء بعد متر بجوز عندما تبدأ بالحفر تأتي السحابة وتمطر عليك فهو يقصد المجذوب هذا ما يسمى بالمعونة لبعض المجاذيب تمام؟ حتى أن البعض يطلب الدعاء من هؤلاء المجاذيب هذا عنده معونة إلهية قد لا تتأتى لي ولا تتأتى لك إذا أعطيت نفسك إذا أعطيت نفسك كل ما تشتهي وتطلب من الشهوات كنت كمن في بيته حيا يسمنها في إنسان سيدنا عمر شاف إنسان ذهب إلى السوق قال إلى أين؟ قال أريد أن أشتري لحما فضربه سيدنا عمر بعصاه وقال له أو كلما اشتهت نفسك شيئا اشتريته؟ يعني في إنسان أخي يقول لك مشتهي كذا مشتهي كذا يحاول دائما أن يغطي شهواته وشهوات أسرته في عندنا في أسرنا آلاف الشهوات لا نستطيع أن نحققها قال الإنسان بيقول لك أخي لا ولنفسك عليك حق شو يعني ولنفسك عليك حق؟ يعني هو بيستدل بعكس الحديثة هو قصده لنفسك عليك حق كل شيء بتشتهي كله من قال لك يا أخي أن هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنفسك عليك حق يعني شيء من الراحة ولا تنسى نصيبك من الدنيا شف تعبير الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا أما الإنسان الذي كلما اشتهى شيء فعله كمن عنده حي في بيته ويسمنها يطعمها هذه العاقبة عاقبة وخيمة قال كمن كنت كمن في بيته حي يسمنها كل يوم حتى تقتله الله ينفعنا وإياكم إن شاء الله فهمنا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم دلنا بك عليك ودلنا على من يدلنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا إنك أنت السميع العليم اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لأجلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعطي كل واحدا منا سؤله على الوجه الذي يرضيك عنه يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في ساعات رمضان وبارك لنا في أيام رمضان وبارك لنا في ليالي رمضان وبارك لنا في شهر القرآن واجعله خيرا وبركة علينا وعلى أسرنا وعلى بلادنا يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الله أكبر الله أكبر فيا رب نور به دربنا وتثبت به في فواد اليقين فإني عليل وقاس الكروب طريح بسجن الهموم رهين طريح بسجن الهموم رهين طريح بسجن الهموم رهين فمنا علي أيا راحمي فما لي سواك إله معين فما لي سواك إله معين